اشتركوا في القناة المزدوج برادس ورئيس الحكومة يؤكد ضرورة دخول المحطة حيز الاستغلال لضمان الامن الطاقي في السنوات القادمة في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشرة الهيئة الوطنية تؤكد التزام تونس بتعهدتها وتعلن البدء في المرحلة الثانية من الحملة العالمية للتوعية القلب الأزرق مرحبا بكم صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون اليوم بأن موعد الخامس عشر من سبتمبر هو أقرب أجل ممكن وقعيا وقانونيا لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مشيرا إلى أن الرزنام التي وضعتها الهيئة ستمكن من استكمال كافة المسار خلال ثمانية وثمانين يوما من انطلاق المدة الرئاسية المؤقتة وستضمن للمترشحين الوقت الكافي لاستكمال ملفاتهم وجمع التزكية وتعرض بافون خلال ندوة صحفية إلى ما وصفه بالإكرهات التي دفعت بالهيئة لوضع موعد الخامس عشر من سبتمبر دون غيره من التواريخ وفي مقدمتها ضغط الآجال والمدد المحددة للتعون والآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة ونبه إلى أنه إذا ما تم تنظيم دورة ثانية للرئاسية مع اعتماد الآجال المحددة في الفصل التاسع والأربعون من القانون الانتخابي فإن الآجال الدستورية سيتم تجاوزها بسبعة وأربعين يوما وتقترح الهيئة لتجاوز هذه الفرضية أولا تقصير آجال التعون وخاصة تعون النتائج وثانيا توحيد التعون في نتائج الدورتين للانتخابات الرئاسية وخلال ندوة صحفية أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أن عدد القائمات التي أودعت ملفات ترشحها لخوض التشريعية بعد غلق آخر مكتب اقتراع بموريال بلغ ألفا وخمسمائة وثين وتسعين مطلب ترشح موضحا أن القائمات تتوزع بين مائة وتسعين قائمة تلفية وستمائة وخمسة وتسعين قائمة حزبية وسبعمائة وسبعة قائمة مستقلة إلى الشأن البرلماني قرر رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة غدا الأربعاء الحادي وثلاثين من جويليا تخصص لتأبين رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي كما قرر اجتماع رؤساء الكتل الذي أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب بالنياب عبد الفتاح مورو تأجيل النشاط التشريعي الذي كان مبرمجا لهذا اليوم نظرا للمصاب الجلل وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب وكان من المقرر أن يناقش المجلس يومي الثلاثاء الثلاثين والأربعاء الحادي وثلاثين من جويليا مجموعة من المشاريع الاقتصادية ومشروعي قانونين يتعلقان بتطوير قطاع الصحة في مجال الطاقة أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم إشارة انطلاق استغلال محطة إنتاج الكهرباء بعد دورة المزدوجة بيرادس باستثمار يقدر بنحو ثمانمائة وعشرين مليون دينار هذه المحطة التي تنجز بالتعاون مع مجمع ميتسوبيتشي الياباني والتي ينتهي جزءها الثاني في ماي القادم ستوفر إلى جانب محطة برج العامري إضافة جملية تقدر بعشرين بالمئة من الانتاج الوطني للكهرباء استجابة للطلب المتزايد للطاقة أعطيت إشارة انطلاق المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة ذات المحورين بمحطة رادس جيم والمسمات تقنيا بالتربينة الغازية وذلك بكلفة جمليات تقارب ثمانمائة وعشرين مليون دينار وبقدرة إنتاج أربعمائة وسبعة وخمسين ميجاوات وهو ما يعادل ثمانية بالمئة من الانتاج الوطني رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد على أهمية دخول هذه المحطة حيز الاستغلال لما لها من مساهمة في تحقيق الأمن الطاقية تقريب سبعة وثمانية بالمئة من الانتاج التونسي بعدما كنا أطلقنا الشهر الماضي محطة برج العامري تقريب عشرة بالمئة ثم تقريب عشرين بالمئة من الانتاج التونسي بشي مكننا من مواجهة فترة الذروة للسنوات القليلة القادمة هناك أيضا البارح كان مجلز وزيري زوز محطات جديدة صخيرة واحدة صخيرة اثنين لنطلقوا أيضا وكان هناك حوار للطاقة وهذه من المخرجات نمتعه ومشاركة معناها نسرع في مشاريع الطاقات المتجددة وغيرها من المشاريع مشروع الناس يساهم مع محطة برج العامري التي انطلقت في العمل مؤخرا في توفير عشرين بالمئة من الانتاج الوطني من الطاقة وهو ما سيمكن من مواجهة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف وكيف كيف تحطها معناها في نطاق الاستهلاك متاعنا احنا الذروة القصوى اللي جاءت منذ أيامات هي عرب عارف ومتين وخمسين مجاوات معناها تقريب 25% من الذروة متاعنا في الاستهلاك والتكلفة زادة متاع الانتاج خطر هذه التوى أقل تكلفة بالنسبة للجمهورية التونسية إذا كعليش احنا بيدنا في مصلحتنا بيش نقلصوا في التكلفة ونقصوا في التكلفة بتاع الطاقة زيادة على المحطات تحويل الكهرباء اللي قرابة في ١١ محطات في كامل الجمهورية السنة الجاية أيضا نفس الشيء المرحلة الثانية من محطة مرنقية برج العامري 300 ميجاوات وأيضا 150 ميجاوات المرحلة الثانية بالنسبة للمحطة متاع هراتس قدرة انتاج وطني تقدر بـ ٥٠٠٠٠ ميجاوات يقابلها استهلاك متضاعف بين ٦ و ١٤٪ سنويا وعجز طاقي يختلف من سنة لأخرى قد تنجح هذه المحطات في تجاوزه خاصة مع برمجة محطات مماثلة ومشاريع للطاقات المتجددة في السنوات القادمة في مشغل آخر نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ملتقا تم خلاله إطلاق الدورة الثانية من الحملة العالمية التوعوية القلب الأزرق وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وتأتي هذه الحملة في إطار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سرود العبيد التزامة تونس بمكافحة الاتجار بالبشر وأنها دولة تحترم التزاماتها وكانت من ضمن الدول الأوائل المنظمين لحملة القلب الأزرق وذلك خلال ملتقى نظمته الهيئة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق الدورة الثانية من حملة القلب الأزرق تونس كانت من بين البلدان اللي سادقت على اتفاقية الومم المتحدة لمكافحة الجريمة على بروتوكول باليرم دولة تحترم التزاماتها وذكرناه ديار جسد عبر القانونة عام 2016 في الثلاثة عام 2016 كيف كيف يعني تونس انضمت عام ناول وكانت من أولى هي الأولى هي ومصر الأولى نين اللي انضموا للحملة هذه حملة القلب الأزرق احنا معنيين بجرائم الاتجار بالأشخاص ماناش في وضعية اللي نجموا قولوا بالحق وضعية صعبة لا اما يلزمنا نتوقعوا خطر الجرائم هذه اذا كانوا سكتوا عليها وإلا نغضوا النظر ولا من تعقبوش الناس اللي تقوم بها التنجم هي في روحها تكبر الجرائم هذه ومعادش نجموا نلحقوا عليها وقد أكدت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة بتونس أهمية القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحاته قانون يهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص كما أنه يدعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال المنظمة الدولية للهجرة تدعم القانون الحالي وستيه لسنة 16 أو 2000 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحاته خاصة أن تونس امضت على اتفاقية بليرمو سنة 2003 ولمسنا أهمية هذا القانون في دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي ومنذ سنتين عشرة وألفين منظمة الهجرة الدولية رصدت قرابة 720 ضحية للاتجار بالبشر أعتقد أن تونس ستتدعم أكثر من خلال إمضائها على اتفاقية الأمم المتحدة وأعتقد أن دعم التشريعات والقواني أمر مهم في هذا البلد وفق التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص فإن 780 حالة اتجار بالأشخاص تم تسجيلها في تونس العام الماضي وأن ثلاثة أربع هذه الحالات من النساء ونصفها من الأطفال وقد أكدت رئيسة الهيئة ضرورة معافلة الدولة لمجهودات الهيئة في نشر الوحي الاجتماعي لمخاطر الظاهرة وفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 100 ألف عاملة في قطاع النسيج تعرضنا للترد التعسفي 60% منهم أصبنا بالعديد من الأمراض المهنية في ظل غياب التغطية الصحية أرقام دفعت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى المطالبة بضرورة ضمان الحق في التغطية الصحية إلى سن التقاعد لعاملات النسيج ضحايا الطرد التعسفي في إطار التصدي لهشاشة العمل في هذا القطاع يمثل الطرد التعسفي من بين أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في قطاع النسيج حيث تحرم هذه الفئة من التغطية الصحية وعدم تجديد بطاقات العلاج بعد سنة من تاريخ الطرد التعسفي إلى جانب الانعكاسات الاجتماعية للغلق الفجئي للمؤسسات الصناعية 23 عام قيت روحي البرى قيت روحي ما غير شهرية ما غير كرني طلعنا على عمر متقدم طلعنا بمراض مهنية معناها ما غير كرني وما غير شهرية متنجمش تعيش حتى مؤسس بشتق بالنا لا يلقى عمارنا خمسين تسعة واربعين اثنين وخمسين في الخمسة وخمسين خاطر ما حصلنا شلثين عام في الخمسة وخمسين حتى مؤسس قعدنا ضحية أكثر من مئة ألف عاملة في قطاع النسيج تعرضنا للطرد التعسفي وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي دعا مختلف الأطراف الفاعلة إلى الانضمام إلى حملة المناصرة التي أطلقها لدينا 60% من النساء هدوما يتعرضوا لأمراض المهنية خاصة الاضطرابات العضلية والمفصلية ويلقاوا صعوبات كبيرة جدا في الوصول إلى تبيع المستشفيات وما عندهمش الإمكانيات باش ينجموا يدويوا أحدهم هكذا لاش نحن عاملين حملة من أجل الضغط على الحكومة لتمكين للنساء هدوما من حقهم في التداوي في المستشفيات الأمومية إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل هذا هو الحل الذي يجب أن يجب العائلات تواصل وتعيش بكرامة وتهتم بأبنائها صحيين وتعليمين وغيره ويمكن أن نحافظ على النوع من الاستقرار الاجتماعي وبينت بعض الأطراف أن قانون سنة 2002 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحي لا يرتقي إلى انتظارات ضحايا الطرد التعسفي نقترح بعض الاقتراحات التي يمكن تكون على مستوى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعني توسيع التغطية الصحية كما أقول تمكين العمال العاملات ضحايا الطرد التعسفي بيتاتر كما أقول من منح التعويضية كما أقول على فقدان مواطن الشغل وثم عديد الدراسات التي تخدمت في صدد وتمثل النساء حوالي 84% من جملة المسرحين من العاملات في مجال النسيج ويتراوح معدل الأعمار في الغالب بين 40 و50 سنة يطالب أهالي ولاية مدنين بالتسريع في فتح المركز الإقليمي لخدمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الخاص بولايات الجنوب الشرقي التونسي خاصة مع توفر المقر المخصص لذلك وذلك للتقليس من مشقة التنقل إلى الولايات المجاورة فضلا عما سيوفره هذا المركز من خدمات للأهالي والمهنيين على حد السواء إنشاء مركز إقليمي بمدينة مدنينة لخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض خاص بولايات الجنوب الشرقي التونسي مطلب المهنيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين لما لهذا المركز برأيهما من إضافات نوعية للخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسة للمهنيين والمواطنين على حد السواء فأنشئ المركز وبقيت بناية دون استغلال خاصة أهالي الجنوب كامل معناه الشرقي من ولاية مدنين وولاية تطوينس هو المبنى بتاعها موجود ودجاء قبل معناها إدارة الكنامة قبل المطريال حسب المعلومات اللي عندنا المطريال موجود مفهمتش أنا علاش معناه التعطيلات هذية كل هو مطلب تقريب كافة هارينة معناها راجع من كافة أطراف المعنية تقريبا للمركز أضايا الأجياء وفتح في أقرب الأجال ونقف المركز أضايا يجانب معناها الأطراف المرضى مسافة التنقل إلى العاصمة وإلى المناطق السحرية المركز أضايا بإمكاني أن يوفر الأدوة الخصوصية بالمنطق السحرية المركزية تركيز هذه البناية وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة بقيت على حالها دون الانتلاق في استغلال هذا المركز رغم المجهودات المبذولة من قبل السلطات الجهوية والاتحاد العام التونسي لشغل بمدنين لتفعيل هذا القرار اليوم أصبح عنا مركز موجود تم انتداب الأطباء والعنصر البشري موجود والدرب ويدرب أيضا في نفس الوقت يعني مركز متعطب الشغل لأن العديد والعديد من حوادث الشغل أيضا كانت موجودة في السفاقس اليوم الحمد لله يكون لدينا مركز إقليمي طب الشغل وفي نفس الوقت كل ما يتعلق بالخدمات متعلكنا وبما في ذلك الأدوية أو متبح أخر أوت يكون موجود مركز إقليمي لخدمات السندوق الوطني للتأمين على المرض بمدينة مدينة مكسب وإضافة نوعية منتظرة تبقى آليات التفعيلة أكثر من مطلوبة في الأيام القادمة الأخبار العربية والدولية نستهلها من الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت مصادر فلسطينية أعلنت إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي كما قامت قوات المحتل الإسرائيلي بهدم خيام أربع عائلة فلسطينية بمنطقة الأغوار في الظفة الغربية وفي السودان خرج المحتجون مجددا إلى الشوارع تلبية لدعوة المعارضة وتنديدا بمقتل خمسة متظاهرين بينهم أربعة طلب بالرصاص في مدينة الأبيض الواقعة وسط البلاد وسط أنباء تحدثت اليوم عن إمكانية وقف المعارضة السودانية تفاوضة مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد على خلفية مقتل خمسة متظاهرين بينهم أربعة طلباء في أحداث عنف صحبت أمس تظاهرة طلابية بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان خرج السودانيون مجددا إلى الشوارع تلبية لدعوة تجمع المهليين وتنديدا بما أسموه بمجزرة الأبيض في أزمة تبدو فصولها عسيرة في نقل السلطة إلى المدنيين وقد حملت القوى المعارضة لحكم المجلس العسكري الانتقالي في السودان المجلس العسكري الحاكم المسؤولية عن مقتل المتظاهرين وقال تجمع المهنيين السودانيين أحد أكبر قوى أعلان الحرية والتغيير المعارضة في بياننا قال إن المجلس العسكري يؤكد كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادعاها وهي حماية الوطن والمواطنين مشيرا في ذات السياق أن ما حدث في مدينة الأبيض سبقته سلسلة من المجازر وكانت مصادر تبية سودانية قد أكدت أن معظم وفيات المتظاهرين جاءت نتيجة للإصابة المباشرة بالرصاص في الرأس والصدر مشيرة إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا في ظل وجود إصابات حرجة بمستشفى المدينة في مقابل ذلك وفي رده عن تدهور الأوضاع مجددا في البلاد دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان إلى إجراء محاسبة فورية في حديثة قتل عدد من المتظاهرين في جديد أخبار الرياضة أعلن نادي كولين الألماني تعاقده مع متوسط الميدان الدولي التونسي إلياس السخيري حتى موفى جوان 2023 قادما من مونبليي الفرنسي بصفقة قدرت بثمانية ملايين يورو وفي عالم الكرة الصفراء ودعى التونسي مالك الجزيري مبكرا بطولة واشنطن لكرة المضرب بعد الهزيمة أمام الأسترالي الصاعد من جدول التصفيات مارك بولمانس بمجموعتين دون مقابل وبواقع الستة اثنين وستة اثنين في الدور الأول من المسابقة وبهذه النتيجة يترجع مالك الجزيري إلى المركز الأول بعد المئة في التصنيف العالمي للاعبية تونس المحترفين رياضيا دائما أعلن الدولي الفرنسي السابق باتريس إفغا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة مليئة بالألقاب استمرت عشرين عاما وأضف إفغا البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما والفائز بلقبين في الكالتشو مع يوفانتس أنه سيتنقل إلى مجال التدريب مضيفا أن مسيرته في الملاعب انتهت رسميا وأنه بدأ العمل للحصول على رخصة للتدريب الثانية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2013 ويرغب الآن في الانتهاء منها والانطلاق في الحصول على الرخصة الأولى خلال عام ونصف العام لو صارت الأمور بشكل جيد بهذا نصل إلى ختم النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الهيئة العليا للانتخابات تؤكد تاريخ الخامس عشر من سبتمبر أقرب أجل لإجراء الانتخابات الرئاسية وأن تنظيم دورة ثانية مرتبط بتوحيد التعون في نتائج الدورتين انتلاق المرحلة الأولى لمحطة انتاج الكهرباب الدورة المزدوجة بيرادس ورئيس الحكومة يؤكد ضرورة دخول المحطة حيز الاستقلال لضمان الأمن التاقي في السنوات القادمة في اليوم العالمي لمتفحة الاتجار بالبشر الهيئة الوطنية تؤكد التزام تونس بتعهداتها وتعلن البدء في المرحلة الثانية من الحملة العالمية للتوعية القلب الأزرق وطبعا بإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر